اه كان مين وقتها في الفرقة؟ انت طلعت لقيت مين في وشك؟ ده 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 الجيل بتاعنا ده تظلم بسبب الجيل اللي هو يعني العظيم بتاع النادي الاهلي يعني انا عصرت اجال كتير اه فالجيل اصلا بتاع الواحد وتسعين ده اه تظلم في النادي الاهلي ان انت طلعت اه كان اللي موجود مثلا بقى كابتن محمد بركات تريكا عمد متعب كان حضرنا فلافيو حضرنا جلبرتو كان اساطير حضرت كابتن عماد النحاس اه فكان ان عندك شاوك برضو في نصف مع شاوي وغالي وحسام مصطفى اه وحضرت كابتن حسام غالي وكابتن حسام مصطفى حضرنا يعني العظيماء بتاع الكرة او الجيل اللي بتاع الجيلة الزهبية في الكرة انتو جيل واحد وتسعين ده كان في مين تاني معاك انا كان معاك انت ظلموا يعني اهنا كان معانا لعيبة في ال91 ده يعني أجمد من اللعيبة اللي طلعت يعني هو بيجي عليك مرحلة في نادي الأهل اللي هو بتوصل فيها أن أنت لازم تطلع فريق أول أو بتمشي بالنادي فالنادي بيناقي مثلا كذا كذا لعيب بيطلعوا مع الفريق الأول يمكن أنا اللي طلعت أنا وأيمن أشرف وبعد فترة كان كمان معنا حسين السيد وتاحة دي الناس اللي طلعت فريق أول وجالنا بعد كده عمر جمال من بره لعب معنا سنتين في النشئين وبعد كده طلعب معنا في الفريق الأول بس الباقي بقى كله مش مشي لعيبة كانت جمدة جدا زي مين بقى كان فيه عبدالله عبعظيم ده يعني من أحرف اللعيبة اللي جد أدخلت كتار النشئين في الندلال وكان فيه لعيب تاني اسمه مصطفى السيد كان عندنا كذا حد يعني الناس أحرف من الناس اللي كانت موجودة أو خدت فرصة في الفريق حلو سعطت بقى للفريق الأول من اللعبين اللي احتضانوك أول ودوك دعم كبير جدا فوق كان ساعتها كان كابت حسام عشور كابت محمد شوقي من أنضف الشخصيات اللي التعامل معه في الكرة راحها كانوا يعني لكننا أخواتهم من الناس اللي قال انت عارف النظام فيه والحاجات النشئين بالذات لما بيطلعوا بيلاقوا ترحيب كويس جدا بيلاقوا دعم اه طبعا ما بقاش فيه نفور أو ما فيش ان انت لعيب زغير أو لعيب كبير أو الكلام ده كل لايه مصاندة دايما على طول وحد يعني بين كوسين كده يد كابتن عليك اللي هو انت يعني انت صغير فاهم عزتك لا لا دي في النادل الاهلي بصراحة ما بتحصلش ما بتحصلش هاللوقات عندنا دي يعني بتشوف النمازج كتير يعني كوكة مسلا موجود وناس كتير اي حد بيطلع زي مصطفى شوير مثلا حمزة علاء تحس ان حتى في الاحتفالات بتاعتهم تحس ان لأ ان اللعيبة كلها واحد يعني ده مش باني ان ده لعيب صغير طالع من ناشئين اعدت مع فيه الاول قديه اعدت فترة كبيرة اعدت من 2009 بعد كده انا رحت منتخب بتاعنا الشباب بعد الشباب انا اتصعدت مع المنتخب اللي هو بتاع ال89 ده منتخب كان اكبر مني بسنتين وكان اقول هم ليبوا كس علم في مصر هن اللي هو كان جيل عفروتو شوكري وشهاب اه فاتصابت انا بعديها مع المنتخب ده في موتشات ودية كان ساعتها كان مسك المنتخب من روسلافسكوب وكانت نهي رمز فجال الاصابة اللي هي بتاعت رجلي في موتش ودية قبل كسل العالم بس ملعبتش لا ملعبتش معهم ملعيتش عدت في الاصابة بتاعتي دي حوالي سنة دي عطلتني كتير